يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد في السابع المساء اليوم بشقيقه المنتخب البحريني ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من الدور الثاني من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في مملكة البحرين الشقيقة وكان منتخبنا قد تأهل هذا الدور بعد حصوله على أربع نقاط في الدور التمهيدي بعد الفوز على شقيقه العمامني ومنتخب الصين تايبي وخسارة واحدة من شقيقه القطري